كلف الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيام نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب وقال ريفلين في تصريح متلفز اتخذت قرار بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة ويوجه أطول زعماء إسرائيل بقاء في سدة الحكم مهمة صعبة تتمثل في كسر الجمود السياسية غير مسبوك واستمالة عدد كاف من الحلفاء لتشكيل اتلاف حاكم وبموجب القانون سيكون أمام نتنياهو 28 يوما للقيام بذلك مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار الرئيس ريفلين مرشحا آخر أو يطلب من البرلمان الاختيار اشتركوا في القناة